مناقشة حالات الإخلاق في قانون الإيجار القديم في مجلس النواب أهلا بكم قبل ما أبدأ معكم تفاصيل هذا الخبر أدعوكم الاشتراك في القناة وتفعيل الزر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شهرت الأيام الأخيرة من دولات بين أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب حول الحل الأمثل لأزمة قانون الإيجار القديم والذي يطالب عدد كبير من الملاك بتعديل وفظل تدني الإيجارات وظهرت عدة أفقال لحل أزمات الإيجار القديم بينها إلغاء العقد الدائم والأبدي بين المالك والمستاجر بالإضافة إلى زيادة الإيجار الشهري ورفعه بشكل مرضي بعيدا عن الإيجارات الضعيفة للغاية والتي تصل إلى خمسة جنيهات في بعض المناطق ادفع 60% وتملك شبقتك مشروع قانون في البرلمان لحل أزمة الإيجارات القديمة المقترحات المطروحة لحل إشكالية قانون الإيجار القديم وبعيدا عن القانون القديم تضمرت المقترحات المطروحة لحل إشكالية قانون الإيجار القديم إخلاء الوحدات الموجلة وعودتها للمالك العصلي مرة أخرى ووضع التعديل المقترح بشأن الإخلاء عدة شروط جات على النحو التالي في حال غلق المستاجر الوحدة الموجلة لمدة ثلاثة سنوات لغير عرض الصفر مرور ثلاثة سنوات على استخراج المستاجر ترخيص بناء جديد باسم المستاجر أو زوجته أو أولاد القصر استفادة المستاجر من الحصول على ماسكة من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة أبرز المقترحات المقدمة بشأن الوحدات الموجلة وتركزت أبرز المقترحات المقدمة بشأن الوحدات الموجلة بين الأشخاص الطبيعيين سواء كانت سكنية أو أدرية على النحو التالي زيادة كيمة الإيجار بشكل تدريجي مع مرعات ظروف المستاجر من ناحية والحفاظ على العقوق المالك من ناحية أخرى بدون طرد الساكن من مسكنه استمرار الوريس العول في المسكن بشرط على أن يتم إلا لمرة واحدة دون تجديدها مع رفع كيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين إخلاء الوحدة الموجلة في حال غلقها لمدة ثلاثة سنوات لغير غرض الصفر أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المساجر أو زوجته أو أولاد القصر أو استفاداته من الحصول على مسكة من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة دفع المساجر 60% من الكيمة السوقية للوحدة السكنية مع تحسن الظروف يمكن للمساجر دفع الـ 40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان على نسبته وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 جنيه للإدارية جدير بالذكرى أن لجنة الإسكان ومجلس النواب في الفصل التشريع الأول نقش التعديل مقدم من الحكومة في هذا الشأن متعلق بالإيجار القديم بين الشخصيات الاعتبارية إلا أنه لم يرى النور حتى الآن الأماكن المتجرة لغير غرض السكن وموجب هذا المشروع تسريع أحكامه على الأماكن المتجرة لغير غرض السكن وتمتد عقود الإيجار الأماكن التي تسريع عليها أحكام هذا القنون لصالح المساجر لمدة خمس سنوات من تاريخ خلعم به وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقود القنون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضايا بانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة خمس سنوات ووفقا للبيانات التي تقدمت بها ممثلة وزارة الإسكان فإن مشروع القنون سيشمل نحو 3 مليون وحدة معجرة وهي البيانات التي اعترض عليها الرفضون للتعديل ووصفوها بغير الدقيقة كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر لابد من السعي لحل مشكلات قنون الإيجار القديم متابعا يجب احتراما ملكية من غير مندوس على الناس وأشار لأن بعض الوحدات إيجاراتها جنيهات قليلة فيما تتعدى كماتة السوقية نحو 5 مليون جنيه اشتركوا في القناة